السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بكم معي على قناة اميرة والكرشي. اه معيكم ميرفاة ياقوت. اد من جروب كرشي الاميرات. اه النهاردة ان شاء الله هننفذ مع بعض العربية سهلة وجميلة وابسيطة. اه فيه بنات كتير بيطلبوا اشكال لتزيين ملابس الاطفال وبالذات الاولاد. اه بتبقى عايزة تحطها على جاكت او على سكارف على الاكلوك. اه فالنهاردة ان شاء الله هنطبق مع بعض العربية دي تقدر يتزيني بيها اه اي حاجة انت عايزيها. اه لو انت عايزة تكبريها حتتخاني الخيط. يعني استعملي خيط اسمك. ولو عايزها اصغيرة عشان تحطشها على الاكلوك مسلا. اه حتستخدمي خيط رفاية. وممكن برضو طريقة تانية ان انت تضع في عدد الغرز اللي انا حدهالك في كل في كل عدد انا حدهولك حتضع فيه مرتين فهتكبر معيك العربي. تمام? اه انتش تقدري هنا تستخدمي معاها بواقي خيط عشان هي بيش بتاخد خيط جتير. يعني انت لو عندك بواقي خيط هتستعمليها تعملي كزا واحدة كده وتزيني بها اللي انت عايزة. آآ كل اللي هتستخدميه بواقي خيط او زي ما انت عايزة. وهتستخدم معها مقص آآ في الشغل وهتستخدمي ابرة نسب الخيط. وابرة للتقفيل. نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجة هتعملي عقدة البداية بالطريقة اللي انت متعودة عليها. وبعدين هتعملي اربعتاشر سلسلة. واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة حداشر اتناشر تلاتاشر اربعتاشر. انت كده عملتي اربعتاشر سلسلة. بعد كده بتعملي سلسلة دي اللي هتبقى الارتفاع. وهتشتغلي عليهم غرزة حشو. على كل سلسلة غرزة حشو. طريقة دي. غرزة الحشو ان انت بتدخلي الابرة على السلسلة. وتغجي اللفتين مع بعض. بيبقى عندك لفتين على الابرة. بتغجي اللفتين مع بعض. هتكملي لحد الاخر. غرز حشو بالطريقة دي. على كل سلسلة غرزة حشو. غرزة حشو. كده فاضل ايه? الاخر غرزة حشو. كده انت عملتي اربعتاشر غرزة حشو. بترتفعي سلسلة. وتلف الشغل. تشتغلي. على اول مكان عندك هتشتغلي غرزة حشو. عشان تتأكد ان انت صح. هيبقى عندك اربعتاشر غرزة حشو في السطر التاني. دي اول واحدة. اتنين. تلاتة. اربعة. خمسة. ستة. سبعة. تمانية. تسعة. عشرة. حداشر. اتناشر. تلاتاشر. اربعتاشر. كده انت عندك اربعتاشر غرزة حشو في السطر الاول واربعتاشر غرزة حشو في السطر التاني. هترتفعي سلسلة. وهتلف الشغل. وهتشتغلي في المكان ده. اول مكاني قبلك هتشتغلي غرزة حشو. وهتكملي السطر حشو. احنا هنا محتاجين نعمله سبع سطور من الحشو. انت كده اشتغلتي تلاتة. هتكملي لحد ما يبقى عندك سبع سطور حشو. كده انت اشتغلتي سبع سطور على كل سطر اشتغلتي اربعتاشر غرزة حشو. السطر التامن ده اللي هتعملي فيه الشكل بتاع العربية اللي هيزهر لك الشبابيك بتاعته. تمام? هتعملي واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة احداشر اتناشر. هتعملي اتناشر سلسلة. وحتلفي الشكل بتاعك. وهتسيبي سيبك من ده. هتسيبي غرزة حشو اللي بعدها. واحد اتنين تلاتة وفر ربعة. هتعملي منزلك. بقى انت هتسيبي اللي تحتها السلاسل مش بنعدها. بنعد واحد اتنين تلاتة من بعد اللي فيها السلاسل. واحد حشو اتنين تلاتة وفر ربعة بتعملي منزلكة. منزلكة يعني بتدخلي الخيط وتسحبيه في نفس اللفة اللي على الابرة بتاعتك. ده كده يعتبر الشبابيك الاولاني اللي انت عملتي. وبعد كده بتعملي اتناشر غرزة حشو. واحد اتنين تلاتة اتناشر سلسلة اسفل. اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشر واحد وشر اتناشر. وهتسيبي غرزة اتنين تلاتة وفر ربعة تعملي منزلكة. منزلكة برضو يعني بتدخلي الابرة وتعديها من الخيط اللفة اللي معيك. كده انت عملتي تاني شبك. تمام? هتعملي ايه? بعد ما عملتي المنزلكة هتعملي حشو. على اول اول غوزة عندك. وبعدين حشو. وحشو. التالتة الغبع. وحشو الخمسة. في الخمسة هتعملي آآ تلاتة حشو. عملتي واحدة. هتعملي اتنين. وبعدين تلاتة. كده انت عملتي تلاتة حشو في اخر غرزة حشو عندك. وهتيجي على كل غرزة حشو عندك تحت. وهتعملي عليها غرزة حشو. بتحاولي تخشي على الغرزة نفسها. مش في الفرق ده عشان ما تعملي ما يبقاش فيه خروم في العربية. يعني ما بقاش فيه لو دخلتي هنا هتعملي هتبقى الفتحة اكبر. تمام? انت كده وصلتي لاخر غرزة حشو. هتعمليها هنا هتعملي على السلسلة دي تلاتة غرزة حشو. عملتي واحدة هتعملي اتنين تلاتة. زي ما عملتي هنا تلاتة حشو. هتعملي هنا كمان تلاتة حشو. عشان تديكي آآ دوران وما تقوس معاكي وانتي شغلة. وبعدين هتشتغلي على كل سلسلة من سلسل بداية اللي انت كنت عاملة عليها حشو غرزة حشو. يعني هتلفي على العربية كلها بغرزة حشو. طويقة دي. حشو. والحشو شايفين سهلة لو لسه مبتدئة. الحشو عبورة عن انتي بتدخلي الابرة على السلسلة وتسحبيها. بتسحبي الخيط وتخدي اللفتين مع بعض. تدخلي الابرة كده وتسحبي اللفتين مع بعض. على اخر سلسلة عملتيها. بتعملي حشو وبعدين جنب الحشو دي اتنين حشو. يعني بتعملي تلاتة حشو في نفس المكان. بالطبيقة دي. هنا انتي معاكي خيط خديه معاكي تحت الابرة. عشان ما تحتاجيش تقفليه بابرة التقفيل. وهتدخلي تعملي حشو. على كل ايه? على كل سلسلة غرزة حشو عندك. هتدخلي تعملي غرزة حشو. على السبع حشو اللي كانوا سبع سطور. بالطبيقة دي. هتفضلي تعملي حشو لحد ما توصلي لحد السلاسل اللي انت عاملها. كده انت وصلتي للسلاسل هتدخلي جوه السلاسل. انت يصحب خيتك معاكي. هنا بقى خلوص ما تخديش الخيط معاكي. ده بقى الشكل عندك. هنا على هتقصي بقى خلوص الخيط بتاك ده. ده كده بقى الشكل عندك. هتعملي ايه? بعد ما وصلتي للاتنشر سلسلة الاولين. وعملتي حشو هتكمليهم لحد ما يبقى عندك تسعة حشو. اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة. انت كده عملتي تسعة حشو. تمام? هتيجي على السلاسل اللي بعدها على طول وتدخلي تعملي حشو بودو. تمام? يبقى انت كده عملتي حشو. عملتي تسعة حشو على الاولين وبعدين هتعملي آآ تسعة حشو زيهم على التنين. ده الشباك اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة. وهتيجي على المنزلقة وتروح دخلك وعمل منزلقة عليها. وتزبطي شكل اللي شباك عندك بالطبيقة دي. عشان يتزبط معيك. ده الشكل عندك. تمام? وحتبدأي تعملي ايه? هتلفي على العربية كلها منزلقات. يعني هتدخلي على اول حشو وتعملي منزلقة. وعالتانية منزلقة. وتفضلي تلفي بمنزلقات عشان تسبت الشغل بتاعك ويبقى ماسك نفسه. وفي نفس الوقت بتدي شكل حلو. منزلقات على كل غرزة حشو منزلقة. المنزلقة انت بتدخلي القبرة على الغرزة اللي تحت وتسحبيها من الخيط من غير لفات بالطريقة دي. تدخلي كده. وتعملي وتعملي منزلقة. يعني تغضي الخيط وتعدي. تغضي الخيط وتعدي. دي اسمها منزلقة. دي بنستخدموها في قفلة الشغل وساعات بتستخدميها بتغضيها بتاع ممكن تعملي بها اشكال حلوة جدا. لو هترسمي رسمة وتشتغلي عليها بتخلي الخيط من تحت. وتفضلي تلفي على الجسمة اللي انت جسميها بمنزلقة بتديكي شكل جميل. يعني لها استعمالات كتير. كده انت لفتي على العربية بمنزلقات. بحد ما توصلي. للشباك بتاعها وبرضو بتلفي عليه منزلقات. بالشكل ده. انت كده وصلت للشباك زي ما انت شايفة كده. هتكملي. عند الشباك التاني. هتدخلي تعملي منزلقة على طول بالطبيقة دي. لحد ما توصلي لحد المنزلقة الاولى اللي انت كدت عامليها. هنا كده. هتروحي جاية دخلة. وصاحب الخيط بتاعك. ومقفلها للشغل بتاعك. كده انت خلصتي العربية. ده شكل العربية عندك. هتعملي عجلتين ونتراكبيه. آآ يكمل الشكل معيك. حواريك دلوقتي ازاي تعملي العجل? نبدأ نعمل العجلة. العجلة بتعمليها ازاي? بتعملي دايرة سحرية. بالشكل ده. وترتفع السلسلة. وتشتغلي على الدايرة بتاعتك عشر غرص حشو. واحد. اتنين. تلاتة. اربعة. خمسة. ستة. سبعة. تمانية. تسعة. عشر. تمام? هتروحي جاية. قفلة في اول ارتفاع عندك. اللي هو ارتفاع السلسلة. وتشدي الخيط بتاعك عشان يقفل معيك بالشكل ده. عشان كده انت عملت دايرة سحرية. لو عملت سلاسل كده تطلع معيك واسعة في قفلة البداية. وهتسحبي الخيط بتاعك وتقصيه. بالشكل ده. ده اول سطر في العجلة. تاني سطر هتعملي عقبة البداية. وهتدخلي على مكان ما قفلتش السطر. وتسحبي الخيط بتاعك وترتفعي سلسلة. وتعملي نص عمود. تمام? وهتشتغلي على كل غرزة حشو. اتنين نص عمود. عشان العجلة تطلع معيك حلو. على كل غرزة حشو. اتنين نص عمود. انت هنا هتعملي الالوان اللي تريحك. يعني لو انت عندك بواقي خيط الوان تانية ما اشتغليها. ما فيش مشكلة مما تتأيديش ان العجلة تطلع ابيض في سود. زي ما انت عايزة اي الوان عندك عمليها. هتعملي على كل غرزة حشو اتنين نص عمود. هتكوني ورد الخيط تحت الابرة عشان ما تحتاجيش تقفلي كل شوية. اخر السطر بتدخلي تعملي منزلقة على اول ايه سلسلة انت عملتها. تمام? ده هيبقى شكل العجلة عندك. انت لو عايزة تكبريها لو انتش مكبرة العربية هتكبري العجلة هتعملي آآ سطرين وبعدين آآ ابيض وبعدين سطرين اسم. يعني سطرين لون وسطرين لون. وكده هتقفلي السطر بتاعك وحتسيبي منه آآ حتة خيط كده طويلة شوية عشان جي اللي هتقفلي منها العجلة هتركبيها في في العربية بتاعتك. ده كده الشكل. هتجيب العربية. هتروحي جاية. لضمة الخير بتاعك. في الابرة. وفي المكان اللي تحبي. عايزة العجلتين يبقوا واحدة قدام وواحدة ورا ماشي. عايزة الاتنين يبقوا في واحدة كده وواحدة جنبها. تمام. انا هنا عامليهم في فرق كبير بينهم. انتش ممكن تخليها الفرق صغير. تمام? فانتش هتركبيها في المكان اللي هيجيحك. واي مكان هيبقى حلو معيك برضو. بالشكل ده هتدخلي. تسيبي جزء منها تحت عشان كأن العربية بقى ركنة. تحيجاية ايه? مخيطة كده بسرعة. كده كده. الخيط ده مش هيبان يعني انت لما هتخيطي مش هيبان عندك في الضهر عشان انتش هتركبي الضهر. وممكن برضو تعمليه وانتش بتشتغليه تعمليه بالروحة كده عشان لو انتش هتعمليها مديلية مسلا ما تبقاش باية. انتش ممكن تعملي اتنين واتركبيهم وبعض تبقى مديلية جميلة. كده انت ركبتي اول عجلة. تمام? هتركبي بقى تاني عجلة. تحطيها زي ما قلتلك. عايزة تحطيها في الاول مش عايزة تخليها جنبها برحت. بس المهم ان انتش بتسيبي جزء صغير منها تحت عشان تجيكي شكل ايه? اولا تبين لك العربية والتاني حاجة. يعني متبقاش اكلت من الجزء اللي فوق. وتاني حاجة ان هي تبين لك كأن هي وقفة. وهتركبي بالطريقة دي ازا ما انت عايزة. وتقفلي شغلك تتبتي عليه جامد عشان ما يفكش بعد كده. بالطريقة دي. عايزة عايزة تعمليها بتقفلي بنفس اللون ده. انت زي ما تحبي. ده كده شكل العربية بعد ما خلصت معنا. آآ ان شاء الله يا رب يكون شرح يوصل لكم. واكون قدرت اوصل لكم الطريقة بطريقة سهلة. آآ وان شاء الله نتقابل في فيديو جديد آآ مع اميرة والكروشي. شكرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.